اشتركوا في القناة وهو الهضاب كذلك على الجنوب رغم ذلك سحو من نوع العالي ستنتشر على مناطق الجنوب الغربي هبوب رياح قوية ضمن طيارات شرقية أحيانا شمالية شرقية على السهراء الوسطى تصل غير 50 كم في ساعة ستعمل على تطاير للرمال تقس بارد خلال هذه الليلة وخصة صباحة الغد على الهضاب ستدرجة دون السفر ننتظر مقيس ما بين درجتين إلى عدة ستدرجات على السواحل درجة السفر على ولاية بشار سبع درجات على الصحراء الوسطى كذلك برج باجي مختار ناشر درجة على إنقزة أما خلال ظهيرة الغد درجات الحارة في استقرار فصلية على وجهة الشمالية ننتظر مقيس ما بين الـ 15 لغاية 17 درجة على السواحل سبع درجات فقط على السعيدة ثلتاشر درجة على ولاية بشار سبعتاشر درجة على التين دوف ثلتاشر درجة على جونت ترتفع لغاية 28 درجة على عقصة الجنوب أما البحر خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر هادئ على السواحل الغربية قليل اتراب على السواحل الوسطى مضطر محليا على الوجهة الشرقية ليتحول إلى كثير الاتراب خلال أواخر النهار رياح معتديلة تصلغي 40 كم في الساعة أمطار رعدية خلال يوم الغد تكون معتبرة على كولومبو 27 درجة أمطار كذلك تحتوق رعود على فترات ستخص صنغافورة وجاكارتا ننتظر أجواء مغشات على مانيلا مع 32 درجة نفس الأجواء أقول على هونقونغ مع 22 درجة نيودل هي أجواء مشمسة مع 21 درجة غرب الشمس ليوم الغد الفاتح من شهر فبراير على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام السادسة 13 دقيقة أشكركم على المتابعة في أمان ترجمة نانسي قنقر